فعلاً الخامات والأدوات بقت غالية جداً ولازم نفكر في بديل يكون بديل مناسب وأهم حاجة تكون تكلفته على قد الإيد السلام عليكم ورحمة الله معاكم محمد سامي إن شاء الله نهاردة هنتكلم عن حاجة سهلة جداً طريقة تصنحها بسيطة جداً وبنستخدمها في كتير من الأعمال الأدوية كلامنا نهاردة عن المودبوتش باختصار ايه هو المودبوتش هو محلول أنا بستخدمه في الأعمال الأدوية أشهرها طبعاً الديكوباج مش عايز أتكلم في تركيبه الكيميائي علشان أسهره لحضراتكم شوية وقرب الفكرة هو قريب جداً من الغير الأبيض بس متخفف متخفف جداً طيب مدام فيه غير أبيض طب من ركبه احنا نصنع احنا هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه في الفيديو إزاي نصنع المودبوتش في البيت وبخامات بسيطة جداً وبأقل التكاليف بس قبل ما نصنعه لازم نعرف ان المودبوتش له ثلاث وزائف أول حاجة حماية انه يعمل طبقة حماية للسطح الحاجة الثانية لازق طبقة جلو لان فيه غيرها فقدر استخدمه كلاسق انه نالزع عليه عشان كلا بستخدمه في الديكوباج الحاجة الثالثة سيلر طبقة بتقفل المسام زي مسام الخشب مثلاً أو مسام أي قطع انا هشتغل عليها يعني نقدر نقول جلو سيلر فنش الثلاث حاجات دول مهمين جداً في تعريف بالمودبوتش يلا بينا نشوف ازاي نقدر نحضره سهولة جداً احنا هنحتاج برطمان زجاجي اي برطمان عندنا اهم حاجة نكون لازمينه كويس جداً يفضل طبعاً يكون زجاجي يفضل وهنكتب عليه بالقلم الماركر مودبوتش او بالعربي مودبوتش ونبقى عارفين ان دي خاصة بالشغل بتاع المودبوتش او الشغل اللي هنشتغله سواء في الديكوباج او اي اعمال تانية وهنحتاج الغير الابيض موجود في محلات الحداد والجياد او في المكتبات طبعاً سواء مكتبات فنية او اي مكتبة عادية هتلاقي فيه غير الابيض انا مش محتاج كمية كبيرة يعني العلبة دي نصف كيلو ممتاز جداً هتكافي معي كتير 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 مثلا هشتغل كمية بسيطة جداً جداً منها واحتاج ميا الطريقة المنتهة بساطة بساطة جداً جداً ان انا هاخد معيار من الغير الابيض ومعا معيار من الميا او معيارين من الميا طب ايه الفرق بالمعيار او معيارين حسب الشور اللي انا هشتغله لو انا هشتغل السيلر انا عايزة اقفل المسام ممكن اخليم معيارين كميان من الغيره مع معيار مايو لو عايزة تاك scripts اعنيicar el decoupage انا عايزةستخدمه ممكن استخدم معيار من الغيره مع معيارين من الميا لو عايزة استخدمه لكل الاستخدمات دي ممكن استخدم معيار ومعيار اole deus انه يبقى معيارك الابيض مع معلقة من المياه. الطريقة ببساطة جدا. هابتهى العلبة. والمعلقة بتاعتي هعتبر ان ده المعيار بتاعي معلقة. من غير بس يتقيه شوية. واخد نفس المعيار مياه. احطه على ملقه. وباي قطع خشبية. وليكن مسلا خوفة اللسان. ابدأ اللي كويس. بديل الكلام اللي احنا بنعمله ده. ان انا اشتريه موت بودش جاهز. طبعا سعره مبالغ فيه. اتوقع تقول لنفسك مبالغ فيه ايه. يعني هو شوية غيره وشوية مياه. هو كده. مهتم جدا ببداية للخيمات. ولازم نبدأ نتعود ان احنا نصنع الخيمات بتاعتنا في البيت وبقى قرل التكاليف. ده القوام بتاعه. طبع مفروض اقل كويس جدا. وحسب ما انت هتشتغل اعمل كمية. يعني مسلا انا اشتغلت كمية صغيرة عشان نوري لحظاتكم فعملت معلقة ومعلقة. دي كانت كمية عندي جهزة قبل كده. كنت عامل ثلاث معالق وثلاث معالق. فمسلا بنحط الدور على دور. ويبقى البرتمان ده الخاص بالموت بودش. انا اريد صاحبكم تتخيلوا القوام بتاعه عمل ازاي. واقدر استخدمه براحتي جدا. في الديكوباج. استخدمه في اللزق. ألزق بيه حاجات خفيفة. استخدمه ان انا ادي طبقة حماية. او ان انا سدي به مسام. سطح معين زي السطح الحشبية. الموت بودش. لو الحلقة عجبت حضراتكم ما انسياش نعمل شير و لايك. وطبعا لو لسه مشاركش في القناة فاسزينك نعمل سبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية. السلام عليكم. اشتركوا في القناة.